في كل الأحوال الأهلي نهاردة مقدمش شيء وهفضل أقولها على الأهلي وعلى الزمالك وعلى الإسماعيلي وعلى البرامنز وعلى أي فرقة اعمل الأول اللي عليك وهندور معاك عن الأخطاء التحكمية لا جيته وقتش حاجة خالص خالص نهاردة الأهلي بصراحة يزعل محطش يقول لي أسلوك دفاعيا كان بيحاولي لعب دفاع وكان بيحاولي مش عافية يعمل إيه حتى الدفاع كان فيه صغرات كبيرة وكان فيه مشاكل كثيرة ومش معنى الأهلي يخسر هدف واحد بس انه النهاردة كان الدفاع عظيم لا وكان فيه كرة في القايم وفيه كرة تصدى لها شكرتين تلاتة تصدى لهم مش الناوي كان فيه حاجات كثير كان ممكن نسيجة بره تطلع كبيرة ساعدة هنقول لي كان فيه أخطاء دفاعية لا وفيه أخطاء دفاعية كانت واضحة النهاردة طبعا على المستوى الهجومي شش ما فيش فيه واحد بس على فكرة لعبت النادي الأهلي نهاردة كلهم تقريبا ما كانشوف مستوى إلا بيرستاو بس الباقي كله كان وحش جدا فيه واحد أنا واقف عنده كتير قوي صلاح محسن انت عايز إيه الراجل ده جي النادي الأهلي وقلنا ساعتها جاي بدغوط والرقم الكبير اللي الدفع فيه ومش عارف يلعب ومش عارف يركز والراجل خرج إعارة تمام مارس الكولاد بنفسه قال هتولي صلاح محسن رجعوه رجع صلاح محسن صفحة جديدة وفرصة عظيمة مع النادي الأهلي فين التركيز فين التمسك بالفرصة فين محاولة إثبات النفس فين ترجمة أو إثبات ان انت مهاجم كبير ومميز ليه دايماً بتضيع كل الفرص؟ أنا مش فاهمه بصراحة يعني أنا بحط نفسي مكان صلاح محسن كان عندك فرصة عظيمة في البداية ما استغلتهاش مشيت ربنا كتاب لك فرصة جديدة عشان تثبت نفسك رجعت لاشي لا تقدم شيء في وجوم النادي الأهلي ما زلت لا تقدم شيء في وجوم النادي الأهلي انت مقصر في حق نفسك أنا بقول الكلمة تندل ليه عشان بشهادة الجميع وبرؤيتنا ومشاهدتنا صلاح محسن هو لاعب له أو لديه إمكانيات فنية كبيرة لا تستغل شهيلها في الدرج انت اللي خسران انت اللي بتضيع وقت انت اللي بتضيع فرصة جديدة صراحة يعني وحد ده هيقول لي تب ما قال لي النهار ده كله كانت شوعش فما كانتش عنده كور كتير أو حيات كده لأ أنا بتكلم على التحركات انك تقفل على العيبة اللي في النص عشان ما يبنوش لعب حاجات تكتيكية كده في الملعب أكيد المدرب كان متدائق منها النهار ده أكيد أكيد انت حتى الأدوار بتاعتك اللي مفهود تعملها بتعملهاش اللي هي التكتيكية حتى لو واحدة بيندافع لك أدوار مش لازم تجيب أهداف ما بيعملهاش خالص